السلام عليكم نقوله فلاح وهذا شاب صالح في قمة الرقي والأخلاق شاب محترم سمعته فيها القرية مثل المسك متزوج من فتاة اسمها فيروز فيروز فتاة جميلة على قدر لا يستهان فيه من الجمال وعايش الولد هذا صالح وفيروز في البداية كانوا عايشين حياة سعيدة جدا لكن في الفترة الأخيرة أصبحت العلاقة بينه وبين زوجته متوترة صارت الزوجة تختلق المشاكل من تحت أظافرها يا بنت الناس يطولك يقصرت شنو اللي صاير عليك صالح شاب يشتغل فيه الزراعة والفلاحة عنده أرض ورثانها من أبوه ويطلع على هالأرض يحرث فيها ويحصد ورجال عايش ومستور بسطر الله عز وجل ويحاول قدر الإمكان يأمن متطلبات زوجته فيروز كلياته ولا ينقص عليها شيء لكن المشكلة اللي صارت في الفترة الأخيرة بين صالح وفيروز ما يعرف منين تطلع المشاكل يا بنت الناس يهديت يرضيت يعني اللي صاير لش ما هو صاير لغيرك المرة هذي ما أدري شنو اللي صاير لح تقول يركبها جني أو قرد وهذا الشاب يحاول مع زوجته فيروز من هين ومن هناك يا بنت الناس يجي بالها هدية لما ينزل على المدينة ثوب جديد واللحظة جديد الله يعزكم لكن العلاقة هذه كل ما حالها يعني من سيء إلى أسوأ تروح الأيام وتيجي الأيام إلى مثل هالأيام هذه الوقت الصفري وصفري يعني أيام تشارين ومثل هالأيام هذه أيام تشارين الله يسلمكم تعرفون يبدأون أهل القرى وأصحاب الأراضي الزراعية يبدأون في فلاحة الأراضي اللي عنده أرض يفلحها وجه وبعدين يبذر البذار ويرجع يفلح مرة ثانية المهم صالح حال وحال أهل هالقرية عنده جوز بغال الله يعزكم عنها الطاري والرجال بده يفلح الأرض هذه والأرض تبعد مسافة تقريبا أربعة إلى خمسة كيلو متر عن القرية وطبعا قرية صالح كلها عمك خالك القرية كلها قرائم ويقوم صالح هذاك اليوم بدأ في الفلاحة يطلع من الصباح ما يرجع إلى بعد غياب الشمس أو مع غياب الشمس حسب ما يقدر يقاوم وراح أول يوم ثاني يوم الأرض هذه يودها حوالي أربع خمس تيام أسبوع زمان لحد ما يخلص فلاحة والفلاحة فيها ذاك الوقت طبعا كانت تعتمد قبل الانتشار للآليات الزراعية والجرارات الزراعية والقصة أحداثها في أيام الزمن الجميل كانت الناس تفلح على البهايم الله يعزكم على اللي عنده جوز عجول اللي عنده بقر اللي عنده حمير اللي عنده بغال المهم كل من تلاقي بهالأراضي الزراعية بل شان بهالأرض واللي عنده أرض كبيرة يظل شهر إلى شهر ونص ويفلح أما في وقتنا الحالي مهما كانت مساحة الأرض الزراعية كبيرة خلال يومين ثلاث أسبوع زمان بالكثير إحنا نصولف عن آلاف الدنومات تكون الأمور جاهزة حتى البذار أصبح على الآلات المهم هذاك اليوم صالح مكدن على جوز هلبغال وقاعد يفلح وما عنده قطع من الشيطان لكن صالح مهموم الهموم راكبته من كل جهة بسبب المشاكل بينه وبين زوجته فيروز ويفكر بينه وبين نفسه وبنتها الحلال وبنتها الناس شون اللي صار العقلها شون اللي قلبها علي ما أنا عرفان المهم الوقت كان تقريبا ما بين الظهر والعصر وقاعد صالح قاعد يريح شوي وإلا هالخيال جاي من بعيد لما قرب عليه شوي شوي وإلا هذا الرجال بدوي عنده ناقة والظاهر جايب سمن وجايب زبدة وجايب صوف وجايب بعض المنتوجات اللي ينتجونها أهل البادية ودوا يبيعها فيها القرية أو في المدينة قرب الرجال البدوي على صالح السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله قالوا يا أخوي طالبك تعطيني شربة مي الرجال البدوي هذا ما شيلوا مسافة يوم ولا يومين جاي من البادية والظاهر خلصان المي معاه ولقى هالفلاح هذا على طرف القرية أو طلب شربة مي يا حي الله بشرب عزك قام صالح أعطاه من هالمي اللي عنده وشرب الرجال وتحمد الله عز وجل وصالح سأل الرجال وين رايح ما وين رايح قالوا والله عندي شوي تبضاعة نازل على المدينة والرجال هذا البدوي اسمه محمد أبو جاسم طبعا معروف عندنا كل واحد اسمه محمد يقولوله أبو جاسم وهو عزابي يطلقون عليه هذا الاسم والاسم فيه الأصل هو قاسم نسبة إلى اسم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد أبو القاسم أما عندنا بالنسبة لأبناء البادية فيقولون أبو جاسم أسهل بالنسبة للفظ وهذا أبو جاسم رجال بدوي رجال غانم شروه من يسمع قبل لا يمشي بما أنه الرجال يعني شربوا مي وما قصر معاه قالوا يا صالح بعد ما استسماه ورداً للمعروف اللي سواه معاه صالح قالوا يا صالح لك عندي ثلاث نصايح قالوا هات لنشوف يا أبو جاسم قالوا أول نصيحة عمرك لا تكمل طريقك قبل ما تعرف قبيلك يعني إذا تلاقيت أنت وأحد الأشخاص في مكان ما وتصلفته وتهرجته لازم تتعرفون على بعض الاسم القبيلة العشيرة المنطقة القرية النصيحة الثانية قالوا لا تعطي سرك الحرمة لو كانت أمك النصيحة الثالثة قالوا مكن على سلاحك زين ولا تشوفه لغيرك يعني سلاحك هذا لا تشوفه من من كان ولا تتباهى فيه وخصوصا إذا كنت في بلد أو منطقة ما هي بلادك قال صالح جزاك الله خير والله يعطيك العافية يا أبو جاسم ويلتفت صالح على أبغال ووده يتابع الإفلاحة يعني اقفى عن أبو جاسم وينادي أبو جاسم قالوا وين الأول يا صالح وينتبه صالح على النصيحة الأولية أنه لا تقفي الحد ما تعرف منه قبيلك يعني منين ومن أي قرية ومن أي بلد ومن أي عشيرة رجع صالح على أبو جاسم وقال قالوا أنا محمد أبو جاسم ابن فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية وأسكن في المنطقة الفلانية وينت قالوا أنا صالح ابن فلان من القرية الفلانية القرية هذه اللي ما تبعد 7-8 كيلو متر عن المكان هذا اللي إحنا فيه كل من قال الله الثاني والنعم وسبعة نعام وكل من راح في حال سبيله أبو جاسم نزل على المدينة يبيع بضاعته وصالح يتابع فيها فلاحة الأرض ومر اليوم الأول ومر اليوم الثاني والثالث والرابع في آخر يوم فلاحة عند صالح هذاك اليوم صالح خلص بكير تقريبا ما بين الظهر والعصر ويكدن على هلبغال ووينت هي القرية ويغرب على قريته وهو ماشي في الطريق صالح قرر أنه يغير طريقه هذاك اليوم عن الطريق اللي يبشيه كل يوم وهو ماشي صالح وينتبه على بطيخة كبيرة من بينه فيها الأرض واستغرب صالح أنه هالوقت هذا ما هو وقت بطيخ يعني بتشارين في هذاك الوقت ما تلاقي بطيخ أما اليوم تروح على السبر ماركتات والبقالات تلاقي كل أصناف وأنواع الخضار حتى لو ما كان وقتها وفي تشارين ما في بطيخ منين جت البطيخة هذه وكانوا أهل القرى يزرعون البطيخ وبعض المحاصيل الزراعية يزرعونها بعل مثل البامية والحمص والفول حتى الشغلات هذه يزرعونها بعل وما زال بعض أهالي القرى يزرعون المحاصيل هذه إلى وقتنا هذا وقبل طبعا كانت الأمطار والثلوج والخيرات في فرق ما في نسبة وتناسب بين قبل وبين اليوم المهم صالح بعد ما استغرب من منظر هالبطيخة ولما قرب عليها هو لفعلا بطيخة وظاهر صاحب هالأرض هذه نسيانها أو صار له زمان ما هو جاي على الأرض وصالح استحل هالبطيخة ويقوم يقطف هالبطيخة هذه ويحطها بالخرج ويتابع مسيره على القرية وهو ماشي أفكار تأخذوا وأفكار تجيبوا وطبعا كل يوم في سهرة عند مختار القرية يجتمعون شباب القرية وشيابها وشيبانها ويتسامرون ويتبادلون أطراف الحديث وفلان زرع وفلان فلح وفلان قال يسهروا لهم شوي كل من يروع على بيته صالح اخترت له فكرة قال لك البطيخة هذه لازم اليوم نسهر عليها أو نساوي سهرية عليها بما أنه ما في بطيخ في هالوقت ويقوم صالح يحفر في أحد الأماكن مكان سوالوا علامة علشان ما يضيعوا ويحفر حفرة صغيرة ويدفن البطيخة هذه داخل الحفرة ويتابع مسيره على هالقرية وأول ما وصل البيت ولا فيروز مساوية بوز شبر يا بنت الناس خير شنو الموضوع شنو اللي صاير قالت له ألا ما تدري فلان جاي بالزوجة طوق ذهب فلان ما دري شنو مسوي فلان مسوي كذا قالوا والله هذه نغمة جديدة طوق ذهب يا بنت الناس منين أجيب ليش طوق ذهب خلي لحتى يطلع الموسم وبعدين نجيب ليش بداله طوق طوقين وقال لك المرة هذه الظاهر ما هي مصلي عن نبي ولا هي مستهذية برحمان أبعد عنها وحاول أنه يختصر الحديث وباله البطيخة هذه المهمة الرجال غسل وشل لقمة وفصارت الدنيا المغرب ويقوم يروح على مظافة المختار السلام عليكم وعليكم السلام وبدأت هارجال تجي شوي شوي تعبت المظافة عند المختار اللي يقاعد برا على المصطبة قدام بيت المختار واللي يقاعد داخل وهالناس تسولف ومن هذا سالف ومن هذا سالفه وطبعا صالح كله شوي يدو سولف سالفة البطيخة لكن كان منتظر شخص من سكان القرية والشخص هذا لا يطيق صالح ولا صالح يطيقه ما يلتقون إلا على ظهور الخيل مثل الشحم والنار وهذا الشاب اسمه منصور منتظر منصور لحد ما يجي ومنصور تأخر على شوي يجي منصور بعد شوي يجي منصور أذن العشاء بعد أذن العشاء جاء منصور طبعا على شأن التحدي ومنصور هذا كل ما صالح يسولف سالف يقول له سالفتك ما هي مضبوط ويطلع له بسوالف ما أنزل الله بها من سلطان ويحاول يفشل صالح فيها المجلس المهم بعد ما قعد منصور فيها المجلس شوي ويستحين الفرصة صالح لأجل يبدع بالحديث والأكشن اللي مجهزه قال يا مختار شرايكم بل يجيب لكم بطيخة اليوم قالوا المختار والله يا صالح منت صاحي بطيخ منين تجيب بطيخة بتشارين يا رجال راحة أيام البطيخ ولا في بطيخ قالوا شودكم انت تودكم غير واحد يجيب لكم بطيخ ويطلع له منصور قالوا والله ما عندك السالفة يا صالح انت مهبول انت كذا انت مانت صاحي ويصير تحدي وشرط بين صالح ومنصور قال منصور إذا هالرجال جاب بطيخ بها الليل أو بها الأيام هذه له عندي ثلاث قبضات وإذا ما جاب بطيخ لي عنده ثلاث قبضات القبضات هي يعني الشخص يحط إيده على ثلاث شغلات أي شغلة يحط إيده عليها تصير ملك له صالح قال ليس إلا ما عندي مشكلة أبدا وهذا شاربي إذا ما جبت بطيخ وفشلتك قدامها رجال أو صار التحدي ووصل حده المهم ويقوم صالح يروحون معاه أربع خمس رجال من سكان القرية وين يا صالح قال أنت وقومش معاي وما عليكم ودكم غير بطيخ قالوا لا والله ما ودني غير بطيخ المهم ويمشون المسافة لحد ما وصلوا إلى المكان اللي صالح دافن فيه البطيخة لما جاء صالح ومعاه رجال وعلى رأسهم منصور قال أحفروا فيها المكان هذا يحفرون فيه المكان هذا ما في شي إيدهم ولا هو أحفروا هين أحفروا هناك إن كتو الأرض نكت وين البطيخ يا صالح صالح ما دي عارف شون دي سوي ويطلع عليه منصور بالعالي أنت ودك تضحك علينا أنت كذا ودك الآن تدفع الشرط اللي بينه وبينك يا ابن الناس يا جماعة والله أنا دفنت بطيخة فيها المكان قالوا والله يا صالح يمكنك أنت حلمان ويمكنك مهلوس ويمكن والله طاير عقلك سؤال فك هذه ما تقرب للعقل ويرجعون على مظافة المختار وهم راجعين يقوم يهرب صالح من بينها رجال حاول يلحقوا منصور ما قدر يلحقوا بالليل أو يهرب صالح ويحط ثوبه بينه سنون ويقول يا كريم ورجعوا على المظافة المختار ها يا جماعة شون اللي صار قالوا والله هذا صالح سوال فخرطي وما عنده السال فما لقينا لاب الطيخ ولا من يحزنون وصار منصور يطالب بالشرط قال يا مختار أنت وشهود على شرط صالح ويعني أنا ودي شرطي وين صالح؟ قالوا والله صالح هرب ألسلوا على صالح على البيت وتطلع لهم فيروز ها يا فيروز وين صالح؟ قالت والله صالح جاء خذت دابته وركب ومدري وين رايح حاولت أسأله وين رايح وين جاي ما علمني أشوف الرجال ما هو مضبوط ويرجعون على مضافة المختار قالوا والله صالح هذا هرب قال يا جماعة الرجال نعطيه مهلا يوم ولا يومين ولا ثلاث والغاية وعذره معاه وصالح رجال معروف ويعني رجال صاحب حق ما يروح حقك عنده يا منصور المهم صالح هذاك اليوم جاي خذت دابته ويركب ويطلب الديرة اللي فيها الرجال أبو جاسم وديرة أبو جاسم تبعد لها يومين ثلاث عن قرية صالح وصالح كل ما يصل على عشيرة أو يشوف بيوت شعر يسأل وين فلان ابن فلان ابن فلان يقولولو والله بالديرة اللي بعد هذي المهم وصل هذاك اليوم على ديرة أبو جاسم وراه على بيت أبو جاسم سلام عليكم وعليكم السلام طلعت زوجة أبو جاسم وين أبو جاسم قالت والله أبو جاسم طال على القنيس وين ما تيرجع قالت والله ما يرجع البكرة بعد الظهر حياك الله تفضل يا أخوي أمر قال لها والله ما ودي غير سلامتك لكن أنت متأكدة أنه أبو صالح يجي بكرة بعد الظهر قالت والله هذا وقته اللي أعرف الرجال صار له يومين غايب وإن شاء الله يجي بكرة بعد الظهر ويقوم صالح يروح على أكبر بيت بهالعرب واللي هو بيت الشيخ سلام عليكم وعليكم السلام حيا الله بالضيف حيا الله بالضيف أرحمان ومن عادة العرب ما يسألون الضيف البعد ثلاثة أيام عن حاجته المهم قاموا بواجب صالح وصالح قاعد وله هموم راكبته وهذا خسر الشرط مع منصور والآن منصور يعني قاعد يطالبه بالشرط وانفضح فيه القرية وأنه الرجال طلعت شذاب حيشاكم والأفكار تاخده وتجيبه والهم راكبه وصالح عنده شبرية خنجر الخنجر هذا قديم ورثانه من أبوه خنجر من الخناجر اللي ثمنها غالي وصالح نسى حاله ويطلع يسل هالخنجر هذا ويبدأ يسن فيه يأخذ يمين ويسار ويتسل ويفكر شنون وديوا يلاقي حل لها السالفة وبانتظار أبو جاسم وديوا يشوف أبو جاسم خويه هذا أبو النصايح ولعله وعسى أنه أبو جاسم يطلع من هالورطة اللي وقع فيها المهم هو يسن بهالشبرية بهالخنجر وينتبه ولد الشيخ على الخنجر اللي عند صالح على الشبرية الشبرية هذه إعجبت ولد الشيخ وما عادي يقدر يشيل عينه عنها ويجي ولد الشيخ يشاور أبوه قال يا يبا هذه الشبرية لي شلون لك يا ولد قالوا والله هذا الشبرية أنا ضيعتها قبل فترة على النبع عند عين المي يا ولدي يطولك يقصرك يولدي والشيخ مربي يولده على الزينات يا فلان هذا ضيف لا تروح تورطنا معاك قالوا يا يبا الله وكيلك هذا الشبرية لي وكاد هذا الضيف لقاها منين جبت الشبرية هذه يا ولد ماني خابر عندك شبرية قالوا والله يبا لقيت تاجر يتاجر بهالشباري واشتريتها منه وما لحقت اني أفرجيك عليها وضيعتها ولأني دفعت ثمنها غالي خفت اني أقول لك اشتريت شبرية وضيعتها وتبهدلني لذلك ما جبت لك سيرتها يا ولد انت متأكد هذا ضيف والضيف شاعر يفضح نباشر بين العرب وبين القرى قالوا يا يبا مثل ماني شايفك هذه شبرية ويقومون على صالح من لك الشبرية هذه يا صالح قالوا والله الشبرية هذه ورثتها من أبوي قالوا ولد الشيخ لا والله ما عديتها صحيح هذه شبرية لي على لي على لك يا ابن الناس يطولكم يقصركم صالح شاف حالو محاط بمجموعة من الرجال وهذا ولد الشيخ مشراني شوي وقال له الشبرية هذه قبل كم يوم أنا ضيعتها على عين المي وكاد أنت لقيتها وودك تسرقها يا الحرامي يا ابن الناس أنا ماني حرامي أنا ماني كذا صالح شاف نفسه يعني لمفر قال لك يا ولد روحي ولا الشبرية هذه قالوا تفضل هذه شبريتك وخليني أمضي هالليلة على خير لحد ما يجي أبو جاسم فيه اليوم الثاني المهم ولد الشيخ شلحه شبرية وشبرية عزيزة على صالح وصار له سنين وهو محتفظ فيها وأبوه ورثانه من جده وورثانينها كابر عن كابر المهم ما نام الليلة هذاك اليوم صالح إلا الآن ركبه هم جديد راحة الشبرية ومنصور يطالبه بالشروط وثلاث قبضات وشنو وده يطلب منصور ماهو عرفان المهم بات صالح حذيش الليلة مهموم وحزين وأفكار تأخذه وأفكار تجيبه أصبحه والصباح تصبحونه بخير وينتظر الحد ما يصير الدنيا الظهر بعد الظهر يروح على بيت أبو جاسم وفعلا لما صارت الدنيا الظهر استأذن من بيت الشيخ يا جماعة رخصولي وقد أروح على الرجال هذا أبو جاسم قالوا الله معاك لما راح ولا هذا أبو جاسم تو وواصل البيت سلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله بصالح يا حي الله بضيف رحمان أشوفك عندنا بدير عسم أشر وينتظر أبو جاسم على صالح ما هو بالوجه اللي لقاه ذاك اليوم ولمسقه مي وتعرفه على بعضهم والرجال مبين مهمهم عسى ما شر يا صالح قالوا والله يا أبو جاسم ما عندي من السوال فقال لي كذا وكذا 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 قالوا أسود الله وجهك يا صالح وين الوصايا اللي وصيتك عليه قالوا وخسرت الشبرية وتفشلت قدام أهل القرية وهذا منصور الآن يطالبني بشرط قالوا ما عليك الأمور بسيطة وسهلة يا صالح لا تاكلهم ولا تاكلهم أبدا الآن خليني ارتاح شوي وخليني نعشها أنا وياك من هالطرايد اللي يجايبها لختكم جاسم وبعد ما نعشها يصير خير ويحلها الحلال وصالح قاعد على جمر شنون أبو جاسم ودي يحل له مشاكله هذه اللي يوقع فيها المهم تعشوا هذاك اليوم أبو جاسم جايب له غزلان وجايب له حباري أم جاسم اطبخت الغزال وجابة اللحم وتعشوا هذاك اليوم وعببط مصالح ويرقومون يروحون على بيت الشيخ أبو جاسم وصالح أول ما وصلوا بيت الشيخ ويقف أبو جاسم وسط هرجال وسط بيت الشيخ سلام عليكم وعليكم السلام يا حيال أبو جاسم أبو جاسم طبعا رجال زقرت ورجال هبريح ورجال ول كل رجال كل رجال القبيلة يهابونه وكلمته مات صغير اثنين المهم لما وقف وسط هالمجلس ويندار على الشيخ قال يا شيخ الشبرية هذي اللي عنده لدك لمن قالوا الشبرية هذي شبريتنا رجع أسأله مرة ثانية يا شيخ قدامها رجال الشبرية هذي اللي من لمن من وين جبتوها قالوا يا رجل أقول لك الشبرية هذي صار لها عندنا أكثر من عشرين سنة أرجع أسأله كذلك المرة الثالثة والشيخ يقول الشبرية لنا ويقوم أبو جاسم قال يا جماعة على ما تشهدون هذا ضيفي الرجال صالح من القرية الفلانية والرجال أبوه مذبوح قبل عشرين سنة وشبرية هذي لقاها بظهر أبوه والآن الرجال جاي طالب يبدم أبوه وبكرة ملقانا أنا وياك يا شيخ أنت وولدك عند القاضى الفلاني لا أول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشيخ صار يضرب أخماس بأسداس وما يقدر يرجع بالكلام ما يقدر يقول والله فكناها من الضيف خلصنا إياها شلحنا إياها المهم صالح من بهر من تصرف أبو جاسم يرجعون على بيت أبو جاسم أصبحوا في صباح اليوم الثاني ودهم يروحون على القاضي القاضي فيه مسير يعني يبعد له تقريبا من الصبح حتى الظهر وصلوا على بيت القاضي هذاك اليوم الشيخ وولد الشيخ وصالح وأبو جاسم ومعاهم عدة رجال ويقوم أبو جاسم يسولف القاضي عنها السالفة قال يا قاضي الرجال هذا جاي ضيف لعندي والضيف هذا أبوه مقتول قبل عشرين سنة والرجال لقى ظهر أبوه خنجر يعني اللي قاتلوا قاتلوا بهذا الخنجر والشيخ هذا يقول الخنجر لي وعلى شهود رجال القبيلة لذلك ودنا حكمك يقاضي والشيخ ما عاد يقدر ينكر وقالها فعلا هذا الخنجر لي ويقومون يدفعون الشيخ دية أبو صالح والدية طبعا في مثل هالقضية بما أنه قالوا والخنجر لقينوا بظهر أبو صالح يعني الرجال مذبوح غدر الدية دبل عن أنه واحد يكون قاتل واحد ثاني وجها اللي وجه ويقوم الشيخ يدفع هذه تشدية إجمال وذهب الرجال دفع اللي فوقه واللي تحته ويقومون يرجعون على العرب هذاك اليوم قال يا صالح الآن حصلنا لك حقك وحق الشبرية ميت دبل أو أي ميت دبل آلاف الأدبان ويقومون الشيخ هذا اللي فكه الشبرية هو ولده من صالح عزلوا جزء من النوق الإجمال ويعطوه عدد مليارات الذهب اللي اتفقوا عليهم وصالح الآن قدر يسترجع أدبال ثمن الشبرية هذه هاي أبو جاسم قال له لا تاكل هم بكرة إن شاء الله نروح على القرية وهناك أنا أحل لك المشكلة باتوا هذيش الليل وثاني يوم يسوق صالح النوق كان جاي على بغل الله يعزكم وجاب معاه ثروة وجاي هو أبو جاسم مش هو أول نهار اليوم الثاني ويصلون القرية وأول ما وصلوا قال أبو جاسم يا صالح أول شي ودي أدخل على بيتك وأشوف وضع بيتك شنو وقال له ابشر حياك الله المهم دخل على البيت ويتفتل الرجال هذا أبو جاسم بهالغرف بهالبيت من هناك قالوا يا صالح زوجتك هذي تجيبها تخليها تطلع على السدة فوق الحمام والسدة هذي عبارة عن غرفة صغيرة يعمرونها فوق الحمام يحطون فيها مونة يحطون فيها أغراض والهباب صغير يعني عبارة عن طابق ثاني لكن غرفة صغيرة داخل هذا البيت ومعروف عندنا في سوريا وفي بعض الدول يسوون السدة هذي أو السقيفة يسوونها فوق الحمام قالوا جيب السلم وخلي زوجتك تطلع على السدة هذي وتقعد فيها وودك تحلف عليها يمين طلاق إنها ما تنزل لحتى تسمح لها أنت تنزل قال ابشر ما طلبت شي بس ليش نطلعها على السقيف قالوا ما عليك أنت نفذ اللي أقوله وما تكون ألا مبسوط لا تجادلني ويقوم الرجال صالح جاب السلم عنده سلم خشب حطه على باب السدة هذي وقالها تعالي يا فيروز اطلعي أقعدي بالسدة فوق يا صالح أنت صاحي يا رجل وين أطلع السدة قالها مثل ما أقول لك أطلعي على السدة ولا تروحين على بيتها لك يا صالح يطولك يقصرك ودك تسجني قالها يا بنت الناس أفهمي كلمتين وردغطها أطلع على السدة لأشوف فيروز قامت طلعت على السدة قالوا لها طال قبل ثلاث إذا تنزلين منها السدة إذا ما سمحت لليش تنزلين المرة صارت تضرب أخماسة بأسداس وحست بصواب قالوا الآن خلينا نروح على مظافة المختار ويروحون على مظافة المختار والسلام عليكم وعليكم السلام المختار قام بالواجب ويقوم الرجال أبو جاسم قال يا جماعة وين منصور اللي يطلب صالح اللي له شرط عنده قالوا الآن نرسل على منصور قال يا مختار ارسل على منصور وارسل على وجهاء القرية أنا جاي أحل مشكلة ولا دعمكم هذا صالح قالوا حياك الله وجزاك الله خير شوي ولا جاي منصور قال يا أبو جاسم يا جماعة على ما تشهدون أنا كفيل ولا دعمكم صالح هذا واللي يطلب منصور أنا حاضر منصور صار قلبه يدق ويساوي حقب الآن وده يحصل على شروطه وقبضاته الثلاث وجه من يكفل صالح ويقول منصور يلا يا جماعة خلينا نروح على بيت صالح ومنصور طبعا هو عشيق زوجة صالح ورجال حاط عينه على مرض صالح وعلى بيت صالح وعلى أرض صالح قال ودي يعني يسورف بينه وبين نفسه ودي أشلحه الثلاثة هذن لكن أول شي ودي أحرق قلبه وأشلحه المرة يعني يخلي صالح يطلق مرته وبعد انقضاء العدة يتزوجها وبعد منها يحط إيده على البيت وياخذه وبعد منها يحط إيده على الأرض وياخذها ويخلي صالح إيد من وراء وإيد من قدام المهم ماشيين على بيت صالح لما وصلوا البيت وأول واحد يدخل على البيت منصور عشيق فيروز طبعا فيروز منبهين عليها بالإضافة أنها ما تنزل من السدة هذه بالإضافة إلى أنها ما تسولف ولا كلمة دخل منصور على البيت يبحث عن عشيق طبعا فيروز يدخل على الغرفة هذه يدخل على المطبخ يدخل منهين من هناك فيروز سمعانا السولف وشايفا رجال لكن ما تقدر تسولف وتصير تهمهم مثل الحمام تسوي علشان يسمعها العشيق وعرفت بالسالفة والظاهر عرفت بالشروط وهي ما هي سهلة صارت تهمهم تهمهم علشان يسمع صوتها عشيقها منصور ويحط إيده عليها وفعلا يقوم منصور يسمع صوت الهمهم هذه وعرف مكان فيروز ويجي ويجي الحمام ويلاقي السلم محطوط على السد وطبعا أبو جاسم وراه ماشي وراه على الخطوة ويجي منصور يطلع على السلم مسك أول درجة من السلم الدرجة الثانية الثالثة ويقوم أبو جاسم يمسك إيده قالوا أول درجة لك والثانية لك والثالثة لك والرابعة حرمت عليك يلا لشوف فكولوا الدرجات الثلاثة هذن الخشب ويعطوه يا أهن الخاسي ومنصور جدتوا هذي شالصدمة شلون ما أنتبه أنه قبض ثلاث قبضات وفعلا هذا شرطه والقانون لا يحمي المغفلين يا جماعة يطولكم يقصركم أنا حطيت إيدي ما حطيت إيدي قالوا أنت حطيت إيدك على ثلاث درجات من درجات السلم وهذا حقك يا الخاسي ويقومون يفكون درجات السلم الثلاثة الخشب ويعطونها للخاسي منصور حيش من يسمع وقالوله أقلب وجهك طبعا فيها اللحظات صالح طار قلبه من الفرح وبيض الله وجهك يا أبو جاسم وجزاك الله خير قالوا والخاينة هذه اللي على السد اعتبرها مطلقه قالوا وأبو جاسم وانت الصادق يا صالح أبدا من قلة السلامة خلها معلقا لا حظت برجلها ولا خذت هاملها وما لقيت غير الملامة طبعا السالفة على البطيخة صالح لما لقى البطيخة ودفنها وجاء على القرية ولاقته زوجته وقبل لا تقوله أذهب وما ذهب وكذا قال لها لقيت بطيخة ودفنتها في المكان الفلاني والتعليل اليوم والسهرة عليها وعلمها بالمكان وتدابلت هيويا وقالت له فلان جاي بطوق وفلان كذا وفلان ما ندري شنو وطلعت له بسوالف وسوت له مشكلة المغرب وراح صالح على مضافة المختار يسهر ويتعلل وبعد ما راح صالح جه العشيق وسولفته بالسالف وقالت له والله هذا صالح ملاقي بطيخة وبدك تروح تجيبني يا هنأكلها أنا وياك ويقوم هذا منصور يروح يجيب البطيخة من المكان اللي علم عليه صالح وياكلها هو وعشيقته فيروز وبعدين راح على مجلس المختار أو تحد صالح على سالفة البطيخة على ما عندك السالف لأنه يعرف البطيخة ما تشلها هو فيروز وصالح منين ودي يجيب بطيخ وقال لك الآن وقع صالح وما حدا سمع عليه كانت هذه نهاية القصة والقصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال تجارب غيرنا فيها الحياة وفي النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه